حضرت مفاوضات الاهل مع حزم امام ولا عارف المفاوضات دي ولا دا كان تعريبا في الفترة كده في الفترة كنت رح فيه كنت رح فيه فيه فين لما رحت في البتا زمالك فكان الاهل كان عايزي روض لا احكيها لي بقى لحاجة يعنى تقريبا في الوقت اللي حاض Betrad إلي رحت فيه هو انت عرض على حزم امام بس عشان النسة تبع عارفة اتعرض عليه ان يوقع للنادي الاهلي لمدة 3 سنين مقابل 9 مليون جنيه كان وقتها الرقم ده رقم خيالي ده في الوقت اللي هو رقم فيه كان 3 مليون جنيه في الموسم ده في الوقت اللي هو رقم فيه يعني انت كنت شايف ان النادي الاهلي كان عايز يرد كان بيردها لعنات الزمالك بس طبعا الحازم معروف كابتان حازم يعني اسم كبير جوانات الزمالك اه طبعا وعيلته يعني جده كانت الموضوع كانت ساعدتها مجرد بس ممكن دوشة شوية يعني اخذ بالك يعني في الوقت ده يعني حتى لدرجة ان انا لما اتعقدت معنات الزمالك يعني انا يعني واحد من الناس انا مات يعني كان حازم امام كان هو اعلى واحد وانا اعتبرت تاني مسلا يعني حتى ما جيتش قلت ان انا عايز يبقى زي كابتان حازم امام مسلا لاني معروفة نجم كبير واسم كبير ومنتخب مصر وليه شعبية جمدة جدا جوانات الزمالك حتى لما جيتك كلمت انا يعني ما اتنقشتش في النقطة دي لان انا كل واحد عارف الاسم برضو اللي معاك يعني طيب انت لعبت في الاهلي ولعبت في الزمالك ولعبت مع أبو تريكا ولعبت مع خرجت برا موضوع محمد صلاح هرجع لك لمحمد صلاح ولعبت مع حزم إمام شعبيت مين أكبر؟ تاني معلش سؤال تاني أنت لعبت في الأهلي ولعبت في الزمال لعبت مع أبو تريكا ولعبت مع حزم إمام شعبيت مين الأكبر؟ سؤال صعب؟ جدا بصراح بصراح صعب قوي بس أبو تريكا زادت شعبيته يعني مع الأهلي عشان خاطر بطولة أفريقيا مبارات السفاكسي يعني في حاجات كثيرة جدا علت الشعبية بتاعت أبو تريكا في مصر كلها مع المنتخب كان مؤثر جدا حزم إمام كان واخب بطولة أفريقيا مع المنتخب أنا بتكلم في الحتة بتاعت أبو تريكا أبو تريكا مثلا في 2006 عمل ما شاء الله بطولة عالي قوي يعني من أحد أسباب الفوز بالبطولة نرجع لمكمة صراح يعني أبو تريكا واللي جاب البطولة مع أهلي نفس القصة طبعا